زي ما انتم متعودين مننا دايما اننا حقيقي بجد مهتمين وبنكون سعداء جدا بكل ما هو جديد في الوسط الثقافي بكل فكرة جديدة ممكن تضيف للوسط الثقافي والحقيقة انه دلوقتي يعني نضمنها من خلال زوم الاستاذ عمري يسري وهو قد من صفحة اوديوهات وهي صفحة ثقافية بتحول الروايات لاعمال ازعاية وبتحط لها كمان موسيقى في الخلفية هيقول لنا تفاصيل اكتر عن الموضوع والحقيقة بجد انها فكرة لطيفة جدا وجديدة جدا استاذ عمري يا مساء الخير يا مساء النور ازاي حضرتك ونورنا الله يكرمك سعيد جدا بيوجود معاكم احنا اسعد يا فاندب الحقيقة انه بجد زي ما كنت بقول في المقدمة احنا بجد بنكون سعداء جدا لكل فكرة جديدة ممكن تضيف للعالم الثقافي وللوسط الثقافي وعايز اعرف من حضرتك جاتلك منين الفكرة الحلوة دي وبقالك قد ايه بتعملها والله هاي البداية بدأت من حوالي ستنين من بداية 2018 كانت البداية عن طريق ان احنا كنا قناة على اليوتيوب وصفحة على الفيسبوك زي ما عارض تفطنتي وكان الفكرة كان ان احنا عايزين نوسق الروايات اللي احنا قربنا عليها روايات سرير الجيب والشغل دكتور رحمد خلال التوفيق والشغل دكتور نبيل فاروق بحيث انها تستمر لفترة اطول بكتير من الكتاب الورقي وبعد كده وجدنا الحاجة الى ان نكون كيان رسمي عشان نقدر نعمل تعقدات مع الجهات الرسمية وده خلنا نتطور ونتحول من قناة على اليوتيوب لابليكيشن صوتي بنفس الاسم اوديوهات عشان نقدر نكون بنقدم الاعمال بتاعتنا بشكل منظم اكتر وقانوني اكتر فكرة رائعة الحقيقة واعتقد انها هتضيف بشكل كبير جدا جدا للوسط الثقافي والادبي واللكتب بشكل عام وعايز اعرف من حضرتك طبيعة مجالك اصلا يعني حضرتك اصلا هل ليك علاقة بالكتابة هل ليك علاقة بالوسط الثقافي بشكل عام ولا حضرتك بتشتغل حاجة تانية خالص انا مهندس مدني ولكن انت اعرف المهندسين بيحبوا يرفشرهم من خيرهم في كل حاجة ايوا مبتكرين دايما ايوا طبعا فلا طبعا انا كان الحمد لله عندي مهارة الالقاء من صغري ومن النوع اللي تقدر يطولي عليه دودة راية ما فيش كتاب بلايه قدامي الا ولازم ادخل فيه فبدأت احنا فيه كنز اسمه اليوتيوب تقدري ان انت تتعلمي بيه اي مهارة انت عايزها ففكرت ازاي اقدر اطوع المهارة الالقاء مع حبي للكتب ونقصني الجزء الفني ان انا اقدر انتج الرواية او الكتاب بشكل صوتي ويكون مميز ويكون ملفت للشخص اللي بيستمع فلاقيت ان المونتون ان واحد بيقرأ الرواية من الاول الاخر ممكن ما يكونش جذاب كفاية للمستمع هنا بدأت فكرة ان احنا نشرك اصوات مختلفة حسب الشخصيات اللي موجودة في الروايات سواء كان راجل طفل باب الاداء التمثيلي والانفعالات عشان تكون زي تمثيليات الراديو اللي كنا بنسمحها زمان مع اهلينا ودي اللي كانت دايما منجازبين لها يعني طبعا مع اضافة الموسيقى والمؤثرات الصوتية بيكون الموضوع كأنك بتشوفي فيلم بخيالك طبعا ده كان نقطة جاذبة اكبر كتير من قرية الكتاب او سماعه بسبب واحد والحقيقة انه الاعمال الاداعية كمان بتحقق نجاحات كبيرة جدا يعني اعتقد انه ان شاء الله بعد اختيار الروايات اللي ممكن يكون فيها تشويق للمستمع بقى مش هقول للقارئ لانه ساعتها انت بتوجيهها صحير لمستمع اعتقد ان هي هتكون حاجة لطيفة جدا وممكن تكون مناسبة كمان لكل الاعمار صحيح اتفق معاكي ده جدا يعني احنا بنحاول دايما في انتقاء الاعمال ان هي تكون بتغطي شريحة كبيرة جدا سنا وتزوقا بحيث نكون منتشرين باكبر قدر ممكن وبنهدي طلبات المستمعين اختيار الروايات يا استاذ عمري يعني اختيار باش مو هنس عمري بقى مش هقول لك يا استاذ عمري اختيار الروايات اختيار الروايات بتختارها بناء على ايه الشكل الرواية اللي حابب او انت شايف من وجهة ناظرك انها ممكن يتم تحولها العمل اذاعي لانه اعتقد انه احنا النهاردة عشان نوصل اكبر عدد من الروايات زي ما حضرتك قلت هريك محتاج تختار حاجات تصلح اولا ثانيا مناسبة بقى لكل الاعمار يعني لما هتتوجه للطفل هتبقى للطفل لما هتتوجه للمرأة لما هتتوجه للأسرة لما هتتوجه لمثلا الروايات الادبية اللي فيها شق رومانسي يعني هتختارها على اساس ايه؟ صحيح هو طبعا زي ما انت تفضلت فيه روايات بتكون مناسبة اكتر للعمل الازاعي اللي هي بتكون فيها شخصيات اكتر بتكون فيها حوارات بين الشخصيات ديها بشكل اكبر عشان تكون مناسبة ان هي تكون عمل اذاعي بنختار فيه مصارين للاختيار فيه حاجات احنا بنسع ان احنا نقدمها مناء على رؤيتنا او الطلبات المستمعين اللي عندنا وفيه كتاب بيتواصلوا معنا بيكون بيعرضوا علينا اعمالهم وفي الحالة دي بتتحول لجنة تقييم عندنا عشان نتأكد من ملأمتها للمعايير اللي عندنا والليه زوء المستمعين وبالتالي في النهاية لان احنا الانتاج الازاعي بيكون بيحتاج مقبوط ضخم وبالتالي بيقل العدد الروايات اللي ممكن ننتجها فلازم دوة بيخلينا لازم ننتقي بشكل اكثر دقة عشان الرواية اللي ننتقيها تكون فعلا تستاهل ان هي تبذل فيها الحجم دوة من المجبوط صحيح شايف ازاي نقدر نستغل السوشيال ميديا عشان نقدر نقرب للناس اكتر من حيث ان احنا نقدر نعودهم اكتر على القراءة نقدر نشجعهم اكتر على القراءة نقدر نقربهم من الكتاب اكتر طبعا السوشيال ميديا نعمة من ربنا لدينا وليها دور كبير جدا في ان احنا نعرف الكتاب على المستمعين والمستمعين على الكتاب يعني دلوقتي بقت من ضمن المهارات عند اي كاتب غير مهاراته الادبية بقت لازم يكون عنده مهارات كمان في السوشيال ميديا لازم يقدر يعرض العمل بتاعه على السوشيال ميديا وعلى صفحاته بحيث المستمع او القارئ يقدر في الحالة دية يقول اه انا عايز اقرأ الكتاب ده او انا عايز اسمع للكاتب ده في نفس الوقت دورنا احنا ودور المنصات الالكترونية ان هي توصل الكتاب دولت والاعمال المميزة للمستمعين وفي النهاية العمل الكويس هو اللي بيظهر وبيفرد نفسه على الساحة وبيكون السوشيال ميديا هنا مهمة في ان هي بتوفر كل البيانات ديت ما بين او كل الواصل المطلوب بين المستمعين او القارئين وبين الكتاب وكده خلاص يعني بتوصل ان الاداتا توصل بشكل اكبر وافضل للمستمع او المتلقي في النهاية الانجر حقيقي حقيقي انا بشكرك جدا وان شاء الله يعني فكرة حضرتك تحقق كل النجاح والحقيقة انا بحييك مرة تانية على الفكرة الرائعة دي مرسي شكرا لي كيسا زيرانيا وسعيدين كنت معاك احنا اسعد يا فاند مرسي جدا نورتنا